رؤية الكويت 2035 رؤية جديدة رؤية لبناء الكويت اقتصادين نسمع مشروع مدينة الحرير ربطها مع الصين اليوم نشوفها على أرض الواقع متفائل بالفترة الياية اليوم تأخر مطار الكويت وعيد مرة ثانية طرح مناقصة بسبب عرقلة مشاريع ومصالح تجار واستخدم فيها وسائل توصل اجتماعي والشباب اللي يشوفون جزء من المشكلة احنا ما نقول ما في فساد نعم في فساد لكن الاصلاح لا يكون بهذه الطريقة ولا يكون باشخاص فاسدين يتكلمون باسم الفساد يرفعون شعارات على اساس انهم صالحين مصلحين وهم يلوثون افكار شبابنا فلن تقوم الدولة ولن تقوم رؤية للدولة بوجود هذا النهج واناشد الشيخ ناصر صباح الحمد بما ان وزير الدفاع ان يعيد بلورة العسكرية او رجل الامن والانضمام للسلك العسكري لدى المواطنين ويزيد من هيبة السلك العسكري لان هيبة السلك العسكري والخدمة الوطنية اصبح الناس يتهربون منها بكل اسف بينما هي فخر والانضمام لها الناس تسابق لها في الامارات ودول اخرى يتسابقون الناس الانضمام للسلك العسكري وعندنا يهربون وصراحة استأت كثيرا لما سمعت ان في النيابة 800 شخص متهربين محالين للنيابة بسبب هروبهم من التجنيد الالزامي وخدمة الوطن الخدمة الوطنية حقيقة يعني لا يمكن ان تنمو البلد من دون تطهير الافكار الدخيلة والافكار الملوثة اللي قاعدة تبث بشكل ممنهج لدى عقول شباب هذا الوطن